سالرئيس مسعود برزاني زعلان؟ طبعا ممتعض جدا ليش؟ ممتعض جدا لأنه يقول لك هذه معادلة السلطة الحالية تكونت على أساس الاتفاق السياسي والاتفاق السياسي أنا نفدت وطبقت اتفاق سياسي اللي هو أنتم منحتوني موقع بالمقر المتقدم للعمليات المشتركة وأنا أخذت الاتفاق السياسي ورحت أعدت البيشمرقة إلى كاركوك وطلعت وإعترضت وصارت مظاهرات وصار رمي ورميته على البيشمرقة وآن انسحبت وقلت لكم يا جماعة هذا المقر المتقدم ما أريده إذا يسوي مشاكل رجعت وش سويت بكارهوك سويت معادلة السلطة قصيتون بها تماما هذا أنا أزعل من عنده ليش؟ لأنه ليس من ضمن الاتفاق وإحنا ما زلنا بالاتفاقات السياسية ما أخرجنا هذه وجهة نظر مسعود برزاني موجهة نظر أنا جايش رحلت وجهة نظر أعرفوا إذا زعل سياسي من دون مشكلة وانسحاب من العملية السياسية يتحمل الرئيس مسعود برزاني خليه بقى زعله هو قبل سنة أو أخر يتحمل صحيح سيد المالكي هم يتحمل لأربع سنوات وبقى ما زعلان بس هم ما أخذ مزارات وقعد سيد مقتد الصدر الآن هم زعلان وقعد ما أخذ خليه يزعله خليه يتحمل وخليه يتحمل لوقت اللي هو زعلان به صحيح؟ إذا تسمح لي إذا تسمح لي الدكتور أقول لك شيء يعني قد أكون يعني أرجو أن لا أبالغ بيها إلا زعل مسعود البرزاني ليش؟ مسعود البرزاني قائد مسعود البرزاني رجل سيد مقتدهم قائد بس اسمح لي سيد ماز أعلان قصدي أنه هسه مسعود البرزاني كتبه وياه اتفاقات هذا لا يعني هاي النقطة اللي قلت لك عليها هذا لا يعني شوف أنا مدى أدافع عن شخص أنا قاعد أدافع عن وضعية ما يصير أنت تقعد تكتب ورقة وراء ثلاثة شهر تقلب على العالم يطلع واحد يقلب على العالم سواء الكرد أو السنة أو الشيعة نشملهم جميعا ولذلك لازم تحترم ورقة الاتفاقات السياسية بالرغم شوف كل النخبة ويتفق معي الدكتور ما راضين على هاي الورقة بمعنى أنتو شنوتوا أنتو انفوضين نفسكم عن أربعين مليون عراقي بس العمل خلافة إذا يتر الشارع لكن لكن هي هاي مشكلة العمل خلافة إنت قرأت اتفاق سياسي إحنا يعني إذا نعرف عن نفسنا كأكاديميين كمدنيين النزعة الديمقراطية هي تتقدم على المحاصصة صح قلنا ما يخالف قروا اتفاق يخلصنا من الدم ويخلصنا ما يخالف نمشي بالمرحلة بس أنت نفسك تقرر الاتفاق وتجي تقلب عليه ويوتر الشارع يسبب زعزعة بالشارع قل لي قل لي لي ما نفذ اتفاق منه هاي الأطراف هي الأتفاق أطراف الإطار طب أطراف اتلاف إدارة الدولة طيب سنو شيعة وكرات يعني شيعة ما تنفذ من الاتفاق لا بس إذا أسمح لي دكتور الاتفاق به محور تنفيذي ومحور تشريعي نعم ومحور ينفذ رئيس الوزراء أغلب التشريعي شبه تقريبا 50% من عنده مضى التنفيذي بعد ما مضى لا لا وين شون وين التشريعي كل القوانين المهمة ما نفذت ما نفذ الاتفاقي لا لعفو همين والعفو أكبر مشكلة زي